عندي سؤال بقى لو بيدك ان انت تنتج عمل انت هتكون البطل بتاعه قولي كده مين الفريق العمل اللي هيكون معاك من فنانين مين المخرج اسامي اه يعني نفسك توقف قدام مين من المخرجين من الفنانين والفيلم فعمل بالنسبالك هو هيكون الماستر سين في حياتك في كاريرك يعني طب هقولك حاجة دايما مثلا انا مقتنع بيها انا بحب قوي الشغف بتاع الناس الجداد الناس الجداد اه يعني لو انا ما عنديش مشكلة خالص لو انا اعظم ومثل في العالم وبقيت يعني يا فهمها اله التمثيل في العالم اجيب شاب لسه خريج مخرج مثلا لان انا مقتنع دايما وبرضو ده مش فتي من عندي ده التاريخ ان اللي بيغير دايما وبيعمل تفارات هم الشباب الطاقة اللي هي الهبلة اللي بيقولوا علي انت متحمسة وحماس الشباب وحماس الشباب هو اللي بيعمل حاجة مختلفة بقى افكار جديدة بالشغف المتجد بالحاجات دي كلها فاللي خلاني اعمل الحاجات المختلفة اللي انا بعملها هو الطيش بتاعي كشب اللي هو مجنون لو انا اكيد عندي خمسين سنة اكيد مش هعمل كل الكلام ده فلا فعليا انا ما بدورش انا مش الشخص اللي بدور على الاسامي انا بدور على الطاقة مش بس يعني انا ما بقتنعش بالموهبة على فكرة انا بشوف ان الموهبة دي اكبر اه اكبر نصباية الناس دي حكت بيها على الناس لا ازاي الموهبة يعني كل واحد موهوب في حاجة معينة ده دي حاجة من عند ربنا حلو قوي بس مش بنعتمد عليها الوحدة لا الوقت بيخلص مش حسيبة حقولك بسرعة حقولك بسرعة طيب اه الناس اه ربط ولادها على مدار الزمن كله ان انت موهوب فيعودوا يسقفولو من وهو صغير اللي هو علاد ده موهوب اوي وفي التمثيل احنا بنوعى في الغلطة دي مم فالبنى ادم لو ما بيتربع على الموضوع ده اه بيبقى فرحان اوي بالموهبة بتاعته انه بحس انه مميه زاوي ومبيشتغلش على حاجة مبيشتغلش على حاجة اه فانا اللي عادت تفكر فيه بقى ان دلوقتي انا مسلا انا وانتي مو اتنين ممسلين انا اتولدت بموهبة جبارة انتي متعرفيش تقفي قدامي انا موهوب جدا مم و هل ده عدل انا بكلم على ربنا عدل ربنا مم ان مقياس نجاح نيب على الموهبة الموهبة دي هداية انتي مات انتي تقبت فيها او انا تقبت فيها الموهبة دي لا بس اكيد اشتغلت عليها برضو لا لا انا مش بتكلم على الشغل ودور البني ادم بقى ان هو يناميها يا ما يهتمش بيها ان اما يقول انا ماشي بموهبتي مقياس النجاح مش الهدايا اللي ربنا اديهلك الهدايا اللي ربنا اديهلك دي مش هي المقياس وعشان كده دايما فيه مقولة مثلا في التمثيل برضو بالزات ان بيقول لك معظم الناس في النجوم اللي في العالم مش احسن ممثلين وهم اللي وصلوا للاماكن اللي اعلى من الموهبين اكتر ليه لان هو ما اعتمدش على موهبته هو ابتدي لان هو حاسس ان هو مش اعظم ممثل في العالم فابتدي يشغل مخه في عمل اللي هي بيسموها بتعمل بالاسباب فانا بشوف ان الموهبة اكيد مهمة بس انا ما بتعملش معها باعتبرها مش موجودة انا افشل ممثل في العالم فلازم اشتغل على نفسي مفهوم ماشي مفهوم الفكر اللي انت بتحط نفسك فيه عشان خطر تفضل تشتغل على نفسك دي مفهومة بس طبعا موضوع الموهبة ده انت اكيد مؤمن بفكرة الموهبة هو اكيد الممثل ده ما بقاش في المكانة دي غير عشان موهبته اكيد بص والموضوع دي هي الموهب موضوع شرحه بس ببساطة انت مثلا كريستيان ولا ميسي كموهبة بقول لك على حاجة عشان عندي تحليل في الموضوع ده عشان نستعدت وقول لك كريستيان وهو الهارد وورك وميسي الموهبة لا يعني هو ميسي ده صحي لا نفسه ميسي لا هو اكيد برضو عنده هارد وورك سانية واحد وورنالدو اكيد موهوب يعني ده ما بقاش كده من غير ما يبقى عنده الموهبة وده ما بقاش كده من غير ما يبقى عنده العمل الجاد والشغل على نفسه بص هقول لك حاجة المجتهد بيبقى بني آدم ناجح جدا الموهوب المجتهد بيبقى بيغير حاجة في التاريخ موهوبة مع اجتهد مع شغل على نفسك الموهوب اللي ما بيشتغلش لما موهوب وحبت رجل على رجل وانا جامل جدا ما بيوصلش